انا جديد في السوق اه طبعا جدا عباس عقيل بيسأل سؤال اجابته طبعا جدا ايه هو بقى السؤال لو انا جديد في السوق وهنافس برضى العملة مع منافس لو ما كان في السوق بس مش مهتم برضى العملة هل راح اتميز عنه بسهولة او عدق هيحصل خدوا مني وعد يعني جدا جدا يعني طمني بس شوية تقولي انت فين هقولك يعني البلاد اللي ثقافاتها فيها كده لانه ممكن يبقى فيه منافسين تانين بيرضوا العملة لكن لو السوق ده المنافس الكبير وانت عايز تنافسه هو ما بيهتمش برضى العملة ابشر ده انت تهيص ده ملعبك بقى علشان كده انا ايه بقول للناس ايه ما تزعلوش ان فيه ناس معترضين ان هم على رضى العملة ده كويس دول دول لو منافسينك دول تحبهم وتبصهم وتحطهم جنب الحيط ليه دول نعمة من ربنا لان انت هتنفس دول هتشتغل زي الفل هما هيقولك لا نديله على دماغه وخليه كويس جدا اللي هيقتنع انا بشرح للناس حاجات لمصلحته اللي فكر ان هو خلاص ابو اللي عرفه ان مصلحته هو عارفها جميل جدا انت هتسهل المهمة على الناس تانين اللي اقتنعت وانا يعني متأكد ان انا مش سايب اثر لدرجة فيه ناس كتير يعني هتقتنع بالموضوع لا قلة القلة دي بالتدريج وبهدوء وببطء ممكن تنشر الثقافة علشان السوق بتاعنا يبقى اكثر نطجا يعني فبس ده هيصعب على الناس اللي داخل بيزنس لان لو الناس كلها مهتمة بالعملة الكلام ده بره ملوش لازمة هتروح فين انت بره جنب الشركات في مستوى زي كل الشركات بقى يعني ما لهاش اختيار هتروح تنفس امز من بره ازاي صعب جدا لكن هنا ابشرك ينفع ينفع على ما اليه اعطان في المتائه ولكن هذا اعطان فيما لا ال obey بيزنس هذا كن率 سوام سوال ی اشأة ولا اكثر ازخ fasting شكرا